اشتركوا في القناة ودائماً أقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثاني قل عذب رب الناس ودائماً أقول في السجود سبحانه رب الأعلى فقط نقول لا نوع مرة تقول سبحانك اللهم ومرة تقول اللهم بعد بين الخطايا السجدة الأولى تقول فيها سبحانه رب الأعلى سبحانه رب الأعلى وفي الثاني سبحانه رب الأعلى وبحمدي مثلاً عرفت بهذا ينشط في صلاته وبهذا يعمل بالسنة وبهذا ما تنسى السنة بإذن الله صح؟ نعم هذه فوائد التنوع في العبادات لأنه عندنا اختلاف تضاد واختلاف تنوع هذا ما اختلاف التنوع نعم يقول دعاء الاستفتاح في الفريضة وفي النافذة إلا ما سيأتي معنا في صلاة الجنائز أنه لا يقول دعاء الاستفتاح نعم جعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد هذا هو الوضع وهذا هو القبض يعني يقبل يجعل الباطن باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد هكذا أو هذا هو القبض مفهوم على الصدر جاءني يوم طالب وقال لي يعني فين الصدر الله يقول أنا يعني يعني ارجع للطبيب ولو تسأل الطبيب عن هذا يكون أحسن يعني بعض الطلاب يعني يسألك عن أشياء يعني شبحها معروفة يعني عين الصدر ارجع للطبيب فيضع باطن كفه اليمنى هذا البطن لا بد يستوعب ثلاثة أشياء الظاهر والرزق والساعد هذا هو الوضع وهذا هو القبض لو جمع بين الوضع والقبض هكذا لا يصح وضع هكذا لا يصح وضع على قلبه هكذا أو على خاصرته لا يصح على ما سيأتي معنا في تطبيق الصلاة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر قبل الركوع وبعده نعم رفع اليدين مضمومتي الأصابع غير مفرجة حذو الأذنين أو حذو المنكبين نعم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة نعم ما زاد عن واحدة ما زاد عن واحدة تقدم معنا أن الواحدة سبحان ربي العظيم والزيادة سنة سبحان ربي الأعلى ربي اغفر لي ربنا ولك الحمد يقول لربي الحمد أو حمد كثيرا طيبا مباركا فيه نعم جعلوا رأس حيال الظهر جعلوا رأس حيال الظهر هذا في الركوع سيأتي معنا المجافاة بين ثلاث أشياء في السجود يأتي معنا الجلسة في كل الصلاة يفرش اليمنى يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابع تجاه القبلة إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك على ما سيأتي معنا الإشارة بالسبابة في التشهد الصلاة والتدريق الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركم نعم الدعاء الاستعاذ يستعيد بالله من أربع ويدعو بما أحب مواضع الدعاء في الصلاة في موضعي مواضع الدعاء تدعو في السجود وقبل التسليم إذا أراد أن يدعوه راكع نقول لا إلا إذا كان هذا من أوراد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة كلها دعاء أصلا نعم الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء والإسراء في البقية نعم عندنا إسراء جهر بالقراءة في كل صلاة يشرع نجتمع عام في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف صح سبحان الله طيب بعد ما زاد عن قراءة فتحة ما زاد عن الفاتحة مع مرعاة بقية السنة مع بقية السنة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مبطلات الصلاة والبقية والبقية إذا ما تعلم مبطلات الصلاة إشكال إنه قد يأتي شيء ويكون مبطل لصلاة يكون ثلاثة ذكر نعم الثلاثة الصلاة الثمانية نعم الكلام العمل مع الذكر والعلم مع العلم والذكر طيب عندنا الحركات خمسة وارتع الحركات كم؟ خمسة حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة جائزة وحركة مكروهة وحركة محرمة كم؟ على الأحكام التكلفية الخمس نعم الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة إلا ما تحرك كانت الصلاة باطلة مثاله ما ذكرنا مع الأخ وأنا أصلي مر طائر محرم الأكل وأنزل علي أشيء من بولة وغاعد مثلا ولا أدري عنه فماذا أصنع الحركة هنا واجب أن يزيل النجاسة صحيح؟ هذه حركة واجبة لأن لو لم أصنع هذا كانت الصلاة باطلة هذه حركة واجبة لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرد سد الفرد أحيانا يكون واجب وحيانا يكون مستحب حركة جائزة هي الحركة التي تكون لحاجة الحركة التي تكون لحاجة وأنا أصلي الآن دقة الجوار فأدخلت يدي في جيبي وأغلقت الجرس في أدنى حركة يصح يصح نعم هذه حركة جائزة سقطت النقود من جيبي وأنا ساجد ماذا أصنع أخاف على النقود من السلط ففي أدنى حركة حملت هذه النقود وأرجعتها لجيبي حركة جاء حاجة نعم الحركة المكروهة هي الحركة القليلة غير المتوالية ولغير حاجة حركة لكنها يسيرة لحاجة لا إذا كانت لحاجة فهي جائزة لغير حاجة ويسيرة فهي حركة مكروهة الالتفاة في الصلاة الالتفاة يسيرة الالتفاة اليسيرة لغير حاجة حركة يسيرة فهي مكروهة طيب الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة محرمة دق الجوال فأخرج الجوال من جيبي ونظر في الرقم وقال إنه لله هذا يتصل عليه في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم أو ويكلموا مثلا يقول أنا في الصلاة يتكلم في الصلاة هذا كلام عمد مع العلم والذكر الصلاة باطلة يأخذ يعني وهو يصلي معه يعني كاسماء وقطعة من الكيك مثلا يأكل ويشهر وهو يصلي حركة محرمة إذن لو فهمت هذه الحركات تفهم المبطلات بإذن الله إذن حركة واجبة توقف عليها صحة الصلاة مستحبة كمال الصلاة جائزة لحاجة مكروهة قليلة غير متوالية لغير حاجة الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة فهي حركة مبطلة للصلاة نعم الكلام العمد مع العلم والذكر الكلام العمد خرج بهذا ما لو تكلم ناسي أو جاهي أو لمصلحة الصلاة جاهي أو ناسي أو لمصلحة الصلاة حديث معامل الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطسه رجل في القوم فقال له معاوية رضي الله عنه معاوية الحكم السلمي رضي الله عنه فقلت له يرحمك الله تكلم في الصلاة تكلم غير هذا بعد هذا تكلم قالوا أثق لأمي ما لكم تنظرون إليه فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال فوالله ما كهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا شتمني لو اليوم طالب عندنا من الطلاب يدق الجوال والجوال هذا يخرج موسيقى ممكن يقتل إلا مكسر الجوال وكذلك يحصل أحيان أشياء دون نشعب أنا نفسي استرت يوم جهاز زديد ودخلت لصلاة الجمعة وضعت الجهاز على الصامت وضعته في جيبي والحبت لله وأنا أصلي أسمع موسيقى أعوذ بالله صاخبة وأنا في نفسي أقول من هذا الذي يدخل للمسيق والجمعة موسيقى صاخبة وإذا بالصوت يرتفع وإذا هو مني هذا معاوية رضي الله عنه تكلم قال والله ما زجرني ولا ضربني ولا شك حتى لم ينظر إليه قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها ما كان الدفق فيه شيء إلا زان من يحرم الرفق قال يحرم الخير يحرم الخير قول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أخي دق الجوال أو كذا تعمدني بنصحك في انفرات يا أخي لماذا تصنع كذا صح نعم وقد يزيد هذا إذا يعني عنف كذا لكن تقول يا أخي يعني نحن في مكان مبارك ونطالب علم وما يلق بأمثالكم هذا تظن أنه ما يرضى ها لا أما يضرب أو يكسر الجوال أو كذا فأخواننا في مسائل لابد أن تعرف أنه جاءت الشريعة بهذا ادعو لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن تكلم معاوية رضي الله عنه جاهلة فالصلاة صحيحة إذا تكلم ناسي دخل رجل وقال بالشيخ السلام عليكم هذا يصلي وهو يصلي وعليكم ثم تنبه فالصلاة صحيحة تكلم الثالث هذا جاهل أو ناسي أو تكلم لمصلحة الصلاة تكلم لمصلحة الصلاة في حديث المسيح المسيح في الصلاة لا في قصة ذو اليدين في قصة ذو اليدين تكلم ذو اليدين في الصلاة نعم لأن الصلاة بقي عليها لم تنتهي فتكلم في وسط الصلاة فالصلاة صحيحة الآن يصلي الإمام بن عزالله خير وبدل أن يسجد قام وبقي سجدة فماذا نصنع نقول سبحان الله كان الذين خلف الإمام في وادي والإمام في وادي منهم من ركع ومنهم من قام ومنهم من سجد والإمام لا يدري ماذا يصنع وانت تعرف أن الموضع هنا لابد من السجدة الثانية فماذا تصنع يقول العلماء تكلم الإمام لأنه تسبح الآن وما تنبه فماذا تصنع تنبه الإمام لكن الأولى ألا تتكلم إلا بما جاء في الشراء لأنه قال إن هذه الصلاة لا يصرح فيها من كلام الناس شيء تريد منه ماذا السجود تقول وسجدوا نعم أو فسجد أو وسجد واقترب طيب إذا لم يعرف وكان مثلا الصلاة ثلاثية وهو لا يدري هل هي رباعية أو خماسية أو كذا ما نتصنع ولم يفهم تكلم لمصلحة الصلاة لكن بأدنى كلام والصلاة صحيح ولذلك قال المؤلف رحمه الله الكلام العمد مع العلم والذكر خرج بهذا ما لو كان جاهل أو ناسي أو تكلم لمصلحة الصلاة نعم الضحك لأنه حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاج ثم الإنسان يقوم بين يدي الله ويصلي لله سبحانه وتعالى ولماذا هذا اللعب والمزاح وكذا وسوف يأتي معنا باب كامل في الاستهزاء نعم إن شاء الله تعالى الأكل والشرب تقدم معنا الأكل والشرب هذا الأخ أكل شيء من الطعام ثم جاء وكبر وبقي شيء بين الأسنان شيء يسير فهو يصلي يعني شعر بحلاوة هذا الطعام وابتلع الطعام فالصلاة صحيحة لحركة يسيرة لغير حاج أما أن يضع يعني في الجيبة الأول طعام في الجيبة الثاني شراب وأخذ يأخذ هذا الصلاة باطل نعم إنكشاف العورة تقدم معنا أن من شروط الصلاة أخذ الزين أو سفر العورة فإذا انكشفت العورة وغطاه مباشرة فالصلاة صحيحة إذا اكتشف بعض الصلاة أنه صلى محشوف العورة فالصلاة باطل هذا في الغالب يحدث في الحج والعمرة بلغنا الله إياكم يعني عندما يلبس الإزار والرداء أو في الذين يلبسون البنطال نحن لا نتكلم الآن عن البنطال أترك الكلام عن البنطال نحن نتكلم عن صحة الصلاة صحة الصلاة إذا صلى وانكشفت العورة فالصلاة باطل نعم وهذا خاصة يحصل يحصل مع الذين يلبسون البنطال مفروض صحة الصلاة حكم الصلاة في البنطال وغيره أنا لا أتكلم عن هذا نحن نتكلم عن مسألة وهي أنه إذا اكشفت العورة فالصلاة باطل نعم الانحراف الكثير عن القبلة هذا معنى أن الانحراف اليسير لا يضر يعني الآن هنا نحن في هذا المكان البعض يأتي بالبوصر والبعض يأتي بالجي بي اس ويقول لا في انحراف عشرين درجة عن اليمين وانحراف خمس درجات كذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وفي البروغان قد شرقوا أو غربوا لأننا الآن البعد عنه نستقبل الجهة نعم ولا اشكال فالانحراف اليسير لا يؤثر الانحراف الكثير يؤثر يعني كان يصل إلى هنا وصال يصل إلى هنا وهذا يعني يكون متى عند التسليم عند بعض الناس أحيانا عندما يسلم بعض الناس يلتفت هكذا عن القبلة يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا مفهوم أن هذا حراف كثير عن القبلة نعم العبث الكثير المتوالي تنظر إليه تنظر إليه تظن أنه غير مصلي أصلا مثلا يصلح في الغترة أو ينظر في الساعة أو ينظر في الرسائل في الجوال تنظر إليه أنه غير مصلي أصلا حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حال يعني تنظر إليه تقول أنه غير مصلي نعم نقدر 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 الطهارة شرط في صحة الصلاة فلو انتقض وضوء المرء ماذا يصنع هو يخاف من 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 الله يخرج الشيخ تقي الدين هلالي رحمه الله أقيمت الصلاة وعراد الشيخ أن يتقدم فجاء إليه طالب من الطلاب قال يا شيخ أتوضع يخاف من من هذا الطالب من الله استأذن من الشيخ من الأدر وخرج ورجع بسرعة فقال له الشيخ تقي الدين هلالي ما شاء الله يا عبد الرحمن وضوء السلف ما شاء بسرعة الآن الشيخ تقي الدين هلالي أراد أن يتقدم وقيمة الصلاة أراد أن يتقدم فقال له الطالب أتوضع يعني انتقض وضوء الطالب يخاف من 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 الله بعض الناس يقول أصلي الآن مع الشيخ ثم أعيد الصلاة بعد أن أتوضع ما يصح لأنه يكون هذا استهزاء فاستأذن وخرج أدر توضع ورجع بسرعة فقال له الشيخ قال ما شاء الله يا عبد الرحمن وضوء السلف إيش معنى هذا السرعة السلف السرعة السلف ما عندهم وساوس إي نعم نعرف الوساوس السلف طبعا إي نعم قال هذا وضوء السلف نتوضع بسرعة مرة واحدة نعم نعم فتح الله عليك أجلس طيب إن شاء الله تعالى تراجع لنا هذا المسائل ونطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم عندي طلب واحد أنه لا أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نعم نعم ترجمة نانسي قنقر